تدشين مرحلة جديدة للتعريف بأبعاد الأزمة اليمنية هجمة مرتدة تنهض بها مؤسسات مجتمع مدني سعودية في العاصمة الأمريكية في مركز الشرق الأدنى التابع لجامعة الدفاع الوطني الأمريكي بواشنطن انعقدت على مدى يومين ورشة عمل بتنظيم من مركز الخليج للأبحاث في واشنطن خبراء عرب وأمريكيون وسياسيون وقفوا أمام الأبعاد السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية لمجريات الأحداث في اليمن الجهد ينصب بدرجة أساسية على توضيح الصورة التي تشوشت هنا بفعل جهود مضادة تتم منذ انطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في السادس والعشرين من مارس الفين وخمسة عشر التركيز المبالغ فيه على البعد الإنساني لمجريات الأحداث في اليمن يحاول أن يغطي عمدا على الحقائق المتصلة بأساس الأزمة والحرب ومسبباتهما وعلى رأسها الانقلاب مشاركة سفير اليمن في واشنطن أحمد عوض بن مبارك في هاتين الورشتين صبت في هذا الاتجاه كثير من سؤال فهم لا رجل يقول مغالطات فيما يتعلق بطبيعة هذه الحملة في اليمن نحن حريصين على توضيح تلك الحقائق سواء ما يتعلق منها بطبيعة الصراع وبدايته سواء ما يتعلق منها بطبيعة تدخل المملكة العربية السعودية وقوات تحالف في اليمن وما هو الهدف الرئيسي منه وهناك موضع مهم آخر لأنه كثيرا ما يتم إسعراض القضية اليمنية من باب الجانب الإنساني وتصوير القضية اليمنية كأنها هي قضية مجاعة وهذه أعتقد قضية مهمة جدا يجب الالتفات لها فيما اتسعت رؤية السفير السعودي في اليمن محمد الجابر الذي حضر الورشتين لتستوعب حتى الحوثيين في عملية سياسية مقبلة تأسيسا على المشاورات التي انعقدت بمشاركتهم خلال الفترة الماضية أعتقد أن الحل السياسي مستمر الحوثيين جزء من الشعب اليمني وهم شاركوا في جنيف لوان وجنيف تو وكذلك في الكويت ويدلكون تماما لإدراك أن ليس هناك أحد يريد أن يقصيهم من العملية السياسية ولكن وفق ما يتفق عليه اليمنيين ووفق أيضا نسبته ورشة عمل لا تكفي لكنهما يؤشران على بدء مرحلة جديدة من العمل في ظل تحول واضح في الموقف الأمريكي تجاه قضايا المنطقة يتسق مع المخاوف الأمنية والجيوسياسية لدول المنطقة ويحدد مصادر الخطر بوضوح ترجمة نانسي قنقر